كنا نحكي أنه اختيار الموضوع مبني على صار سيناريو شائع أنه فيه أشخاص ممكن لسبب أنه مش عجبهم المدير أو زميل بيتركوا الشركة ولما تنحل المشكلة بيرجعوا لها بس يعني فيه جدل حول هذا السيناريو صحيح؟ صحيح مضبوط خلينا بداية بكل الأحوال يعني بنحكي للموظفين العائدين العودوا أحمدوا بنسبة 95% الآن الإدارات قديما كانت مقتبسة يعني سياسة معينة من المنظومة العسكرية اللي بتنص على أنه في حال مغادرة الموظف لما كان عمله لأي سبب من الأسباب هو ما بيرجع على الشغل وكنا نفهمها للموظف بين أول يوم بينزل على الدوام أنه سواء دومت عنا يوم أو دومت عنا عشر سنين أول يوم بتفكر تترك فيه الشغل عنا ما رح ترجع وفيه يعني بالمقابل فيه كان سياسة تالي هذا كان مدرسة عسكرية هاي كانت معظم الإدارات ما أخذتها من المنظومة العسكرية ما بيرجع الموظف وأصلاً موضوع عودته على الشغل ما منحكي فيه هلأ بالمقابل كنا حاطين كمان أنه يحق للموظف تقديم إجازة بدون راتب مدتها سنة سنتين خمس سنين عشان إذا استقال ما بيرجع فأنا ما بدي استقيل ممكن أعطيه هلأ بيقدم إجازة بالضبط هلأ حديثاً صار كتير صعب أن ننطبق هاي السياسة لماذا؟ الشركات كترت المنافسة بين الشركات كترت صار عندي مشكلة بأنه في بعض القطاعات على الأيدي العاملة المدربة موكي في موظفين بس مش بالمهنية اللي احنا منحتاجها يعني بدنا خبرة بالموظفين مش موجودة بشكل كبير احنا اليوم منحكي عن الموظف اللي بدو يرجع على الشغل ما عم نحكي عن ماذا لو عادا معتذراً اللي هو اللي عامل مخالفة وبدو يرجع يعتذر ويحكي معلش أنا رجعوني يعني المخالفة كانت يا تقديم استقالة يا إما إنهاء خدمات نعم احنا عم نحكي عن موظف ممتاز أداءه كان عندي ما بين الجيد إلى المرتفع نعم بهذا الرينج وترك عندي لأسباب بنسميها أسباب حيادية أسباب شخصية صار عنده ظرف شخصي معين أسباب تعليمية راح يكمل إدراسته أسباب صحية هو ممكن عارض صحي استوجب فترات تعافي طويلة نعم ومنها الحمل عند الموظفات نعم ممكن من الأول شهر هي تضطر تترك شغلها فأنا بهذه الحالات وفي الحالة الرابعة اللي هو اللي إجاء أفر بشركة تانية أنا عجزت أني أعطيه نفسه يعني هو أحزن ما قدرت أنا فراح يجرب نعم ما نسجم وهذا الموظف ممتاز بده يرجع يعني رجع يدق على قواب الشركة راجعوني فيه دايما فيه الاستقالة قبل اللي هي مقابلة قبل الاستقالة اللي بنعملها مع الموظف هاي هي اللي بتحكيلي إنه هذا الموظف ليش بده يطلع بالزبط يعني إحنا بنعملها للوقوف على أسباب استقالة الموظف شو بيكون هدف هذه المقابلة هل هو بمثابة تقييم للمشاكل التي تحدث في الشركة أو لضمان خط الرجعة للموظف هلأ هي لشغلتين أول إشي إذا في عندي مشكلة داخل الشركة بيهمني كتير أقف على المشكلة هاي وأحلها عشان ما يتكرر الخطأ مع موظف آخر زي ما حكيتي مرات بيكون الموظف بيطلع عشان الإدارة الموجود أو المدير مرات أسباب تانية بتخص سير العمل أو ثقافة الشركة نعم فبيهمني كتير أوصل للنتيجة الصح وممكن هاي المقابلة تكون مثلا أول ما بيقدم استقالته أعملها وبعد أسبوعين أرجع أعملها وهون بيكون الحكي صحيح مية بالمية يعني لهو بيضطر يتظاهر بأشي مش موجود ولا أنا بدي أخفي حقيقة بالعكس إحنا عم بندور عليها نعم فهون الموظف هات بس بده يرجع برجع لأسباب استقالته برجع لأداءه شو كان عندي ومن هون بتقرر يرجع ولا ما يرجع نعم طب دعاء في بعض الأحيان بعض الإدارات تستغل عودة الموظف بمعنى أنه هو هلأ بحاجتي ما نسبته فرصة الشغل الجديدة فبيكون في مفاوضات أو تفاوض لما يتعلق براتب أو بالمزاير ممكن يتمتع فيها وممكن يقدبوا له أقل بس بمجرد أنه يرجع لعندهم شو رأيك بهذا يعني بهذه المدرسة بشكل عام حلا نحن بالإدارات الحديثة الموظف اللي بيطلب يرجع بيكون فيه عندي فرصة جوهرية أني أكسب فيها ولأه وانتماءه وبيكون فعليا ممنون نعم وبالعادة ليش حكيت 95% لعوده أحمده الموظف اللي بيرجع على الشغل 95% منهم بيثبت لحد التقاعد بنفس الشركة أنا بيكون عندي هون فرصة أني أحفزه أعطيه الحوافز اللي هو بدو إياها وفعليا بناء على أداؤه يعني بدون ما أظلم حدا وبرضه بيكون فيه التعامل معه بيكون كتير أسهل لأنه فيه مرحلة صعبة نحن عديناها سوا هو ترك ورجع نعم هو شاف الشغل عند ناس نانين ورجع فهو بيرجع ممنون بس الإدارات كيف بتكون كيف تتعامل معه هناك بعض الإدارات بتقلل للرتبة تعته أه اللي نحكي أو يعني مثلاً كان يأخذ راتب معين بيصيروا يعطوه مخصوم منه مثلاً 75% من آخر راتب كان يأخذه أنا هون بفضل ما ترجعوا لأنه عند أول فرصة برضو رح يرجع نحن هون عم برجع موظفين أنا بدي أضمن يضلوا معي على طول بالشركة طبعاً فيه شغلة كتير مهمة أنا هون عم بوفر تدريب لما برجع موظف عندي على الشغل عم بوفر أجور التدريب لما بحقق أحداث الشركة قصيرة المداح هو موظف من أول يوم عن منزل عم يعطيني إنتاجية فغيره بده فترة تدريب ثلاث شهور حتى يأخذ على الجو فيه موظفين كتير بيتركوا بيضلوا على علاقات طيبة وتواصل مع الفريق العمل فهذا الموظف ما في داعي ما في داعي أرجع أعرفه عليهم بالنسبة للموظف بيكون فيه عنده بعض الحواجز ليكسرها مع عودته للشركة الجديدة شب تنصحي أنا بنصحه صراحة هلأ بسنة العشرين عشرين وبعد اختلف المفهوم شوي لأنه كثير فيه شركات تصرحت الموظفين ورجعت نادتهم وفيه موظفين كثير بالأزمة التي صارت وهذا ترك الشغل ورجع فبطل يمكن هو راح على شغل تاني من مبدأ فضول بدي أجرب شركة تاني نعم فزمان كانت أنه للمصطلح أنه كسرنا عينك أو ما كان فيه شغل جديد محدش رضي شغلك صح هلأ اختلفت المفاهيم بالعكس هو لما بيرجع بيرجع بيثبت لي أنه نحن الأفضل صحيح فحتى أنا بثقافة الشركة مع الموظفين بحاول أنه ما يزيدوها عليه كمان عرفتك هي أنت ممكن اللي بتحكي فيه هو نضج في الإدارة مبدأ النضج وحنا مش كتير هذا متوفر عشان كن صريحين في مؤسساتنا يعني للأسف مرات الأمور بتتاخذ بشكل شخصي أكثر الموظف لما بدو يرجع على الشركة شو بتنصحي مع مين يتواصل يعني هي بتكون الخطوة الأولى صعبة هل يتواصل مع المدير السابق هل يتواصل مع المدير الموارد البشرية ما هي الخطوة الأولى هلا أنا هون رح أعطيكي سر من أسرار الإدارة بإدارة الموارد البشرية اللي أنا كنت أعمله لو أطبقه وفعلاً كان يجيب نتيجة رائعة الموظف اللي بيترك عندي لأسباب حيادية بدو رجعب تحكي وهو ممتاز وأداءه جيد بالعادي نحن الموظفين ما بنتواصل معهم يعني هو كل يوم أنا بنشوف بعض وهيك فبخلي فترة تمضي ست أشهر سبع شهور ببعت له مرحبا كيف حالك أمورك تمام هلا هو بس يشوف هذا السؤال طبعاً هو عارف أنه أنا ما عم ببعت له أنا بالآخر فيه مصلحة شغل بدي إياها أنا عم بطمن مشيتي أموره بشغله الجديد ولا بحاب بيرجع هلا لما بيشوف في الباب المفتوح من خلال إدارة الموارد البشرية ممكن يحكي لك والله أنا منيح بس أنا متغلب أنا ما مشت أموري منيح أنا حاب أرجع عندكم من هون بتبلش هلا الموظف هذا في حال الموارد هذا سر من أسرار والموظف فعلياً اللي كنت أتبع معه هاي الطريقة هو بعد سنة من ما يرجع عندي كان يستلم منصب أعلى من اللي كان حالو لأنه برجع ممنون على الشغل وجدد منته موظف على طول عندنا هلا بالنسبة للموظف اللي بدي يرجع على شغله مرة جديدة هو بما أنه كان ابن للشركة بيوم من الأيام فهم بيحدد مع مين يتواصل يتواصل مع إدارة الموارد البشرية يعني بيعرف عند مين الصلاحية نعم ولا بيوصل الخبر أو بيروح شخصي بيقدم طلب توظيف أو عن طريق الويب سايت للشركة نعم فهو بما أنه داوم عندهم بيعرف وين يروح بالضبط نعم وكل شركة على حسب سياساتها كل شكر إليك دعاء لنسور نورتينا يعطيك ألف عافية أمل